طيب نروح بقى للشأن المحلي حسب المعلومات اللي عندي ان غدا الجهاز الفني بيفكر في اقامة مباراة ودية اقامة مباراة ودية مرس الكولر شايف ان المرحلة الحالية محتاجة مباراة ودية قبل انضمام الدوليين يوم الثلاثاء المقبل عشان تستعد لمواجهة الاتحاد السكندري يوم الجمعة عايز ايكد لكم ان طبعا الغيابات عديدة وكثيرة جدا احنا بيكلم في 14 لعيب غايب عن صفوف الفريق الاول ولكن لو هنتكلم على تعويض الغيابات ونقص الغيابات ربنا يكون فعون الجهاز الفني لان النهاردة انت عندك لعيبة في قطاع ناشئين 2005 بتلعب مع منتخب ميكالي ولعيبة مواريد 2008 بتلعب في منتخب الناشئين مع كابتن احمد الكاس في المغرب فبالتالي اللي تم تصعيده في الفترة الحالية احنا بنتكلم في اتنين تلاتة ابرزهم مثلا مين عبد الرحمن النحاس مواريد 2006 ياسين عبد الحميد حارس 2007 طبعا في لعبة كتيرة للأسف موجودة او مش للأسف طبعا يعني مقدرش كولر يستعين بيهم لانهم حاليا موجودين في ارتباطات رسمية مع منتخب الشباب ومنتخب الناشئين طيب في الصفوف الفريق الاول كانت في لعبة غايبة للإصابة في تدريب الامس اقرم توفي النهاردة انتظم في التدريبات بعد تعافيه من ألم في المعدة وياسر ابراهيم هيكون جاهز طبيا على مباراة الاتحاد السكندري فكرة بقى امكانية المشاركة من عدمها دي ترجع للجهاز الفني ولكن ياسر ابراهيم هيكون جاهز طبيا بإذن الله على مباراة الاتحاد وفي صعوبة ان رامي ربيع يلحق بمطش الاتحاد السكندري ده جانب من تدريبات النادي الاهلي وبطعم منكم ان شاء الله اقرم توفيه هيكون بخير وهيكون موجود مع الفريق في التدريبات النهاردة امتى الفريق تكتمل صفوفه يوم الأربع اللي جاي لاجندة دولة هتخلص يوم الثلاث ولكن هيكون الوقت الزمني ما بين عودة التدريبات بالفريق الكامل لمباراة الاتحاد بنتكلم في 48 ساعة فريق يرجع لتدريبات بالصفوف الكاملة يوم الأربع يتمرن تدريب أخير الخميس يلعب مباراة الاتحاد السكندري الجمعة ودي مباراة صعبة جدا الاتحاد السكندري متصدر الدوري مع الأهل ومع الزمالك مباراةين 6 نقاط فمطش هيبقى صعب جدا عموما دي أبرز النتائج أو أبرز الأخبار المتعلقة بتدريبات الفريق كل اللي موجود من قطاع ناشين مدافع وحارس مرمى الأسماء اللي مطار حضرتكم عبد الرحمن النحاس وياسين عبد الحميد حارس المرمى واحد 2006-2007 وعموما بقرة هتكون فيه مباراة ودية أي أن كان المنافس أي أن كان فكر الجهاز الفني أكيد هو بيحضر لمطش الاتحاد بالعناصر اللي موجودة معادي الوقت عشان تلعب مباريات فوارق بدنية أو في الأرقام القياسية ما بين قياسات اللعيبة سواء اللعيبة لتلعب دلوقتي مع المنتخب أو حتى اللعيبة بعيدة عن المباريات في ظل توقف الدوري بسبب الأجندة الدولية